في العاصمة الموقتة عدن عقدت الحكومة اليمنية برئاسة رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك تاني اجتماع لها بعد أحداث مطار عدن الدامي حيث ناقشت الحكومة البرنامج العام بحسب توجيهات الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي أتنفيذا لاتفاق الرياض وعلى ضوء الأولويات الماثلة والملحة خلال الفترة الراهنة والقادمة تمهيدا لتقديمه إلى مجلس النواب لمنحها الثقة على ثقة أن رئيس الحكومة وعضاء الحكومة سيقومون بالواجب وأكثر وما يؤدي إلى أن تنجز هذه الحكومة كافة المهام التي كلفت بها والتي حددها ووضحها فخامة رئيس الجمهورية في اجتماعه عقب تأدية اليمين الدستورية وتقول الحكومة أن برنامجها سيكون غير تقليدي وخطتها ستكون أكثر واقعية كما أن البرنامج العام للحكومة يستوعب الخطط والأهداف الأساسية المتمثلة في استكمال إنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران واستعادة الدولة وتحقيق إصلاحات مالية وإدارية وفق المحددات التي تم مناقشتها مع القوى والمكونات السياسية أثناء مشاورات تشكيل الحكومة لتفعيل البنك المركزي استقرار العملة تطمين القطاع الخاص تفعيل البنوك التجارية وتقوم بعملها كبنوك تجارية رئيسية في عدد أكدت الحكومة اليمنية أن أولويتها ستتركز على الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة الاختلالات التي سادت خلال الفترة الماضية وتفعيل أدوات السياسية البالية والنقدية للقيام بدورها في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وحياتهم اليومية وستحرص الحكومة على تفعيل كل أدوات الرقابة والمحاسبة والنزاهة ومكافحة الفساد لقناة الإخبارية عبد الفتا غلاب عدن